واستكمالاً لمسير الدعم المرأة المصرية أوجه الحكومة بما يلي مراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز تنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالاً متاحاً لعمل المرأة إذ يوفر فرص عمل جديدة لها ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي تشجيع الاقتصاد الرقمي باعتباره يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد القومي ويستوعب أنماطاً مختلفة من العمالة المعطلة ويتيح فرصة للإدراك المهني وتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية بمجب ما يتيحه من فرص للعمل المرن الذي يساعد على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية وكذا توفير الدعم الفني للمرأة في مجال ريادة الأعمال والتوسع في توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التوسع في برامج التدريب التحويل لرفع مهارات المرأة في الصناعات المطلوبة بسوق العمل وكذلك في المجالات التكنولوجية والرقمنة بما يزيد من فرص حصول المرأة على وظائف المستقبل استحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال تكليف الحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة طبعاً هنعمل المتحف ده في العاصمة دكتور في العاصمة وختاماً لكي أياتها المرأة المصرية الصابرة الصامدة المكافحة المخلصة والوفية خالص تقديري وتحياتي وتحيات أبناء هذا الوطن فماضيك حضارة سبقة التاريخ وحضرك شموخ وصمود ومستقبل هذا الوطن تضيئه شمس وودك المشرقة شكراً لكم وكل عام وأنتم بخير